السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم معاملين ايه يا رب تكونوا ان شاء الله كلكم بخير. النهار ده ان شاء الله هكلمكم عن الستير زي ما طلبتها مني. اه طبعا في ناس كتير طلبوا مني اه اه عايزين يعرفوا المقاسات عندي اه ويعرفوا الستير ان اجبتها بكم وكده فان شاء الله هقولكم على كل حاجة عن الستير. فالفيديو ده مهم جدا لأي واحدة بتفكرت غير الستير بتاعتها او 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 لو هي عروسة يعني بتجيب ستير جديدة. ان شاء الله هقولكم كل حاجة بالتفصيل عن الستير. اول حاجة هنتكلم فيها الالوان. طبع الالوان دي اكتر حاجة بتبقى شغلانا كلنا. بنبقى مش عارفين نجيب يعني. ساعات كده بنبقى محترين نجيب. طب الالوان ايه آه هؤلأ هيله على العفش بتاعي اآآآآآآآآآ سواء بقى العفشة عندك لونه اآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ الوان جميلة جدا وكمان بتلاقي على كل حاجة. او اللون اللي هو اللون الكاشمير. بحب جدا اللون الكاشمير. آآ بيبقى مناسب جدا في كل مع كل العفش. لونه حلو جدا فاتح ومبهج. آآ فده آآ من الالوان الجميلة بتلاقي على كل حاجة. تاني حاجة اللون اللي هو الاقوى. اللون الاقوى بيبقى زي اللون اللي انتو شايفينه ده كده. ده اللون الاقوى. هو بيبقى آآ اخضر على يعني مزرق كده يعني ازرق مخضر يعني هو اللون ده. بيبقى لون جميل جدا بيليق برضو على كل حاجة. اي اساس عندك اي عفش عندك انت عاملاه. بيليق علي اللون الاقوى. اه تالت لون الجري. اللون الرصاصي برضو بيليق على كل حاجة. اي عفش عندك ما شاء الله الرصاصي بيليق عليه. اه طبعا دي انا بقول لكم الالوان اللي هي بتليق على كل يعني على اي عفش. لكن انت لو حب طبعا تعملي الوان تانية مناسبة اكتر مع لون نعرفش بتاعك. فكل واحد طبعا حسن ما بيحب. بس انا قلت لكم على حاجات اساسية في الالوان. وهي بتلاقي على كل حاجة يعني. ده بالنسبة للي هي الستاير اللي بتبقى قدام. الستايرة التقيلة. لكن لو انت هتعملي اللي هي على مصورتين اللي هو سترطين يعني. فهتبقى في واحدة شفون ورا وهتبقى اللي قدام اللي انت اللي انا قلت لكم الالوان بتاعتها. لو هتعمليها بقى واحدة كمان ورا اللي هي شفون. فانا بفضل جدا واحسن لون مناسب جدا لو اللون الابيض. يعني اي اه سطارة عندك اي لون انت هتعمليه. لو هتعملي واحدة تانية اه شفون. اعملها اللون الابيض. اللون الابيض جميل جدا جدا جدا. بيفتح معاك لو انت حتى العفش بتاعي الغامع هتلاقيها مفتحة دونية جدا. اه حتى لو العفش عندك فاتح بتبقى جميلة ومنورة المكان جدا. فانا اه كده كلمتكم عن الالوان. لو هتجيبوه اللي هي سطارتين. اشفون خلوها ابيض. والسطارة اللي قدام اللي هي بتبقى البلاك اوت. اللي هي التقيلة. هتجي بيها يا اما كاشمير يا اما اكوا يا اما جري. دي الالوان اللي انتو لو محترين تعملوا الوان ايه? دي بتناسب مع كل العفش. تانية حاجة لما تكوني عاملة الامونتال آآ على شئبك بتاعتك. وخاصة بقى لو انت عاملة في قط النوم. سواء قط النوم بتاعتك او النوم بتاعت الولاد. خدي بالك جدا طبعا الالوانتال بيبقى آآ في ضوء داخل في الشقة جدا. آآ لما آآ عكس طبعا لما بتكوني عاملة اللي هو الشيش. اللي هو الخشب ده بيقفل جدا وبتبقى الدنيا مضلمة. آآ فانت لو عندك عاملة الالوانتال عندك آآ اعملي اللي هي الاستتاير اللي هي تكون حاجبة للضوء وللرؤية. يعني انتو خدتوا بالكم اللي انا غيرت الاسطارة بتاعت قط البنات بتاعتي آآ مع اني كانت الاسطارة لسه جديدة يعني كنت لسه شريحة وكانت جميلة جدا وعجبني لونها آآ فانا غيرتها بلون تاني اللي هو اللون الرصاصي اللي انتم شايفينه ده لان اللون اللي انا كنت جايبها الاول آآ هو مش بيخلي حد خلص يشوف آآ من جوة يعني لو حد برا ماشي في الشارع ما يشوفش حد جوه ابدا آآ لكن ما كانش يخلص حاجة بالضوء فكان الصبح اول ما النهار بيطلع اول ما النور بيطلع على طول بيبقى القضاء عن ضوء منورة جدا بتحس اللي احنا الظهر يعني فكان طبعا حاجة مش كويسة جدا ليهم فآآ غيرتها لهم وجبت لهم اللي هي آآ اللي هي حاجبة للضوء والرؤية يعني محدش يشوفك وفي نفس الوقت تغذي بالك جدا من موضوع اللي آآ الضوء ما يدخلش جوه آآ فده بالنسبة للناس اللي عندها على منتال لكن اللي عنده خشب عادي يعني عنده طبعا الشابيك اللي هي اللي بتبقى الخشب دي فما فيش اي مشاكل لان طبعا هي كده كده ببقاش فيه آآ اضاءة بنبقى قفلين فببقاش فيه اضاءة فدي حاجة اخدوا بالكم منها جدا ثالت حاجة آآ بالنسبة لمقاسي الستارة نفسها يعني فيه ناس بتبقى مش عارفة تعمل آآ استارة قد ايه فانا النهارة هقول لكم آآ المناسب يعني مع ستاير ايتي لو هتعمل استارة اقل حاجة تكون آآ اقل حاجة ضعف يعني انت مسلا عندك الشباك مسلا هنقول متر اقل حاجة هتعملها في استارة اتنين متر يعني هتجيبي استارة اتنين متر وده مش هتبقى عاملة كشكشة كويسة يعني فانت طبعا هتجيبي آآ اربعة متر ستة متر كل ما بتكتري بتبقى عاملة معاك كشكشة حلوة جدا وجميلة انا عندي آآ قط مثلا قط البنات آآ دي متر مية وعشرة الشباك بتاعها مية وعشرة فانا عاملة بالزبط اللي استارة بتاعتها اربعة ونص فمعقولة جدا يعني كويسة طبعا لو انت هتعملها ازياد كمان بتبقى اجمل وبتبقى عاملة كشكشة حلوة قوي فقال حاجة في آآ استاير هتعملها اقل حاجة الوضع وكل ما بتزودي كل ما بتطلع معاك كويسة ده بالنسبة للستاير اللي انت متش عاملة فيها اللي هو الشريط بتاع اللي هو اللي بيكشكشها ده الكشكشة طيب لو انت عاملة في استطارة آآ شريط اللي هو الكشكشة آآ اللي هو انا عاملاها زي ما مشايفين كده في استطارة الشفون استطارة الشفون عاملة فيها اللي هو الشريط ده فانا من كشكشها كده آآ بحيث اللي هي تعمل الشكل الجميل ده فبتاخد آآ طبعا اكتر كمان يعني اقل حاجة احنا قلنا في التانية اقل حاجة الضعف لأ دي اقل حاجة بتزودي يعني ده اقل حاجة مسلا الضعفين يعني مثلا هتعملي لو هي متر هتعملي اقل حاجة تلاتة او اربعة. فلان طبعا كل ما بتكشكشيها كده بالشريط ده بتصغر معيك فطبعا بتحتاج اللي انت تجيبي اه اكبر من كده. ده خلاص بالنسبة للمقاسات بتاعت الستاير كده اه قارفناها مظبوط. قبل ما تفصلوا الستاير خدي بالك جدا اه اللي انت تركيب المواسير الاول. يعني انت هتركيب المواسير. وبعدين تروحي تقيسي بقى. المسافة ما بين المصورة للارض. انت لو حبه المصورة تكون على الارض خالص يعني زي ما انت حبه. ايس المقاس اللي انت حباه. وبعدين تروحي بقى للي هو هيفصلك الستارة تقول له انا عايزها المقاس كزا طول وعام. هو دايما الطول بتاع الستارة بيبقى 280. فانت شوفي بقى المناسب معيك سواء بقى 150 او 260 حسب ما انت هتخط الستارة. فمهم جدا قبل ما تقيس الستارة او قبل ما تفصل الستارة تعمل المواسير الاول. عشان تبقي عارفة مزبوط جدا الطول بتاعها والعرض يعني والطول. لما تكوني عاملة الستارة اه على مقاس كبير زي ما ان شايفين عندي كده في الريسيبشن. فالافضل انت تعمليها على اتنين. بحيث اللي هي تبقى اتنين سطرتين. اه مقسمون بالنص بالظبط. مسلا انت عاملها اه تمانية متر. هتخلي اربعة واربعة كل استارة الوحدة تلمي كل واحدة كده من على جنب تبقى شكلها جميل جدا. طيب لو انت عاملها اه في مكان صغير زي عندي كده في الطرقه هتعمليها على استارة واحدة. يعني يكونش بعيد عن الارض. يعني تقريبا يكون مسلا ما بين ما بين الارض متر مسلا. اه ده بيكون مناسب جدا. وكمان لما تكوني اه بتلمي الستارة. يعني قصدي ما تخليش اللي هو المكان انت بتعلاقي عليه السطرة ده بعيد عن السطرة. يعني تخليه تحت على طول المصورة. اه لان في ناس ممكن تبعيده شوية. فانت لو حابة لانت برضو لو عايزت بعيده شوية مسلا المكان عندك مش مناسب لانت تخليه جنب السطرة على طول. اه خلي اللي هو الشرية اللي انت بتلمي بيه السطرة يكون طويل. بحيس ان السطرة عندك لما تكوني اه لماها كده ما تكونش مشدودة. وتكون مهوية وشكلها حلو. كل ما بتخلي السطرة عندك مهوية. والشريت مش شادتها قوي. بتكون شكلها حلو جدا واشيك يعني. حاجة مهمة جدا وانت بتعملي السطرة بتاعتك. حاولي تخلي السطرة بتاعتك بسيطة. اه بلاش خلص موضوع البلتكنات لان طبعا هي موضة قديمة وخلاص وفاتت. اه اعملوها على المواصير. على فكرة المواصير شكلها شيء جدا ومودرن جدا. اه وبتدي شكل حلو او في المكان. بلاش بقى البلتكنات لان طبعا بتبقى صعبة جدا. اه لما تيجي تخسليها اه لازم بتحتاجي حد يشيلهالك او بتبقى صعب عليك وانت بتشليها. وبرضو لو اه يعني عايزة تعلاقي السطير فبرضو بتحتاجي حد يعلقالك فطب وليه كل ده. فانت اعمليها لياه على المواصير سهلة جدا بتعلاقيها انت بنفسك وبتخسليها في وقت ما بتخسليها زي ما انت عايزة وكمان في الشكل بتبقى حلو قوي. حتى لو انت هتعملي اللياه على مصورتين بتعمليها برضو بشكل حلو هتبقى شفون ورا واللي قدام اللياه البلاك قوي دي بتبقى شكلها حلو جدا وبتبقى مديها شكل حلو جدا للمكان. فحاولوا على قد ما تقدروا اي حاجة انت بتعملوها لبيتكم خلوها بسيطة عشان بعد كده لما تكون هي بتنظفي ما تبقى ش زهقانة او تحسل للدنيا عندك صعبة. خدوا بالكم جدا جدا من موضوع المواصير لان المواصير عندي ديت كانت حاجة يعني ما كنتش عارفة انواع المواصير فكنت بجيب يعني جبت كما صورة وتكسرت وبعدين غيرتها لحد ما شفت نوع يعني كويس. فانت خدوا بالكم جدا من الموضوع المواصير آآ ويعني لو حتعملوها على مكان كبير. يعني بسلا زي عندي كده. آآ سيطرة بتاعت طبعا كبيرة. فاختاروا المصورة اللي هي المتينة زي ما انتم شايفين كده انا دي المصورة اللي كنت دايما بستخدمها. آآ كانت دايما بتكسر مني. آآ لكن المصورة دي جميلة جدا متينة قوي. ما شاء الله ما بيحصلش اي حاجة. فانت بسلا لوحة تجيبيها آآ انا عاملها هنا للآآ للريسيبشن. وعملها برضو في الحمام. فجميلة جدا متينة جدا ما شاء الله من ساعة ما جبتها ما كسرتش ولا مرة. بعكس اللي انتم شايفينها التانية دي كسرت مني كتير جدا. آآ لكن انا سايبها عادي في في المكان الصغير زي الشبابيك ما بيحصلهاش حاجة. لان الاستطارة مش تقيلة قوي مش كبيرة يعني ولا حاجة معها كبير. فمش بيحصلها حاجة ولا بتكسر. فاخدوا بالكم من موضوع المواصير اسألوا على كل الانواع وشوفوا انه اه افضل نوع وجيبه. اسعار الستير اللي انا جيبتها انا طبعا جايباهم من آآ سنتين تقريبا. كانت السيطارة بتاعة الريسيبشن وبتاعة الطرقة طبعا الاتنين نفس اللون ونفس الخامة. كنت جايبة المتر منهم بآآ سبعين جنيه. آآ كان المتر منهم بسبعين جنيه. جيبت اللي هو آآ اشفون. اشفون كان المتر منها بخمسة وسبعين. اللي هي اللي انتم شايفينها دي. دي بخمسة وسبعين المتر منها. آآ جيبت اللي هو للريسيبشن. جيبت كام آآ سبعة متر. تلاتة ونص وتلاتة ونص. او تمانية متر تقريبا كانوا تمانية متر. اربعة واربعة. وجيبت للطرقة اربعة متر. خلاص كده آآ ده بالنسبة للريسيبشن والطرقة اللي اتنين شكل بعض. آآ قطت الليفنج السيطارة بتاعتها بالزبط نفس قطت الاطفال. كنت انا جايبهم في وقت يعني مع بعض. آآ بس غيرت بعد كده الاطفال يعني زمان قلت لكم وجيبتها اللي هي اللون دي. فقطت اللي هي المشجرة بتاعت الليفنج. دي كان المتر فيها بخمسة وسبعين جنيه. وبرضو بتاعت قطت النوم اللي هي المشجرة لما كانت يعني كنت حطتها في قط النوم. انا دلوقتي حطتها على المنور على المنور. علقت كده مصورة على المنور وحطتها على المنور. اه دي كان المتر فيها بخمسة وسبعين جنيه. اه جبت منها وقتها جبت اه جبت خمسة متر او اربعة ونص حاجة برضو في الحدود دي معلش انا مش فاكرة اوي المقاسات يعني لان انا طبعا جايبها من فترة. اه لكن شفون اللي في قط اللي فيها بيعشرين جنيه. ما كنتش جايبها غلي قوي يعني. اه قط النوم بقى كانت استارة بتاعت انا كنت جايبها جاهزة من اه من هايبر. اه دي كانت كانت استارة هو كان على ستارتين. هي كلها اه تلاتة ويه? تلاتة ونص تقريبا. كانت استارة مية وخمسين حاجة زي كده. اه كانت استارة وقتها كان عليها عرض كانت بمية وخمسين. فانا جبت اللي اتنين بتلتمية تقريبا. فده كان اه الاسعار بتاعت استار بتاعتي. اه والستارة بتاعت البالكونة. اه دي جلد. اه بلاك اوت. جميلة جدا خارجي. اه بتستحمل جدا ما شاء الله اه الشمس وبتستحمل جدا لو فيه مطر. بتحفز جدا لو انت عندك نشرة هدوم وعايزة تطلعيها. يعني تحافز على الهدوم ما جيش عليها مطر. بتطلعيها كده برا للحبال ما شاء الله ما بتجيبش عليهم مية خالص. اه جميلة جدا يعني لو انت برضو عايزة توعودي في البالكونة ما حدش هشوف خالص حلوة بتطيها. كنت وقتها جايبة المتر منها بخمسين جنيه. اه وزي ما بقلت لكم عملية جدا لو انتم عايزين يعني تتجربوها. هقول لكم بقى مقسات الشابك عندي. اه مقاة عرض الشباك. كل الشابك عندي نفس طبعا المقاس. فعرض الشباك مية وعشرة. مية وعشرة متر. طبعا انت بقى لما هتجيبي مصورة يعني انا جايبة المصورة مية وتلاتين. على الشباك مية وتلاتين. انت كل واحد بقى حسن ما بيحب. فيه ناس بتبقى عايزة تخلي المصورة يعني السطارة على الحطة كلها. فانت بقى ايس اللي انت حباها. اه على يعني المصورة اللي انت حباها والمقاس اللي انت عايزة. انا عاملاه هو اللي عندي العرض بتاع الشباك مية وعشرة. وانا عاملة المصورة مية وتلاتين. اه اللي برضو اللي هي الطرقة عندي مية وعشرة برضو. وعملة المصورة بتاعتها مية واربعين. اه مناسب وجميل جدا برضو اه كويس. لو انتم برضو عزين تزوده شوية طبعا زي ما انتم حبيه. اللي هو البالكونة عند اللي هي بتاعة آآ طولها مية خمسة وستين يعني العرض بتاعها يعني مية خمسة وستين وبرضو المصورة اللي انا جايبها مية خمسة وستين لانها من الحيطة للحيطة فما فيش زيادة يعني. ده كان كل حاجة عن الستاير آآ قلت لكم كل حاجة عنها يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وقفتكم ان شاء الله. ولو انتم عندكم اي اسئلة عايزين تسألها لي برضو اكتبها لي تحت في التعليقات وانا شاء الله هرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي باي.